بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه أجمعين خلينا ليس مع حاجة كده سريعة ونرجع لبعض التالي وموجود من مصادر كبيرة جدا زي بريتانيكا زي نهضة مصر زي وولفرام ناجوة ديسكابري يورك بريس هذا القدر في منصة اسمها منصة حصص مصر موجودة فيها أفضل الأسازة وفيها مراجعات وفيها نمازج استرشادية بالإضافة للي تعمل على بنك المعرفة هنا احنا تعاوننا مع كل اللي كانوا بيعملوا لكم الكتب الخارجية المعاصر والامتحان والأضواء وناجوة والمنتور كل الناس دي حطت جهدها مع المركز القومي لامتحانات عشان نعمل لكم المنصة بتاعة حصص مصر إزايكم يا شباب؟ زي ما حضراتكم سمعتوا كتاب المعاصر، نهضة مصر، حصص مصر يا جماعة أنا من أول السنة وأنا بقول لكم جيم والمعاصر جيم اللي هي نهضة مصر، نهضة مصر، جيم هتلاقي ما يكتوب عليه نهضة مصر نهضة مصر ده اللي هو جيم، أوكي؟ والمعاصر ومن أول السنة وأنا بحل مع حضراتكم جيم والمعاصر والنهاردة إن شاء الله هنبدأ في حصص مصر بس الأول قبل ما نبدأ في الموضوع عايز أقول لكم كلمتين مهمين ويهمين يتعرفون؟ أنا بقالي عشرين سنة في المجال التعليمي، شغال، مدرس، معلم، لغة انجليزية بقالي عشرين سنة أتخرج من تحت إيدي بسم الله ما شاء الله أطباء ومهندسين وناس شغلة دلوقتي في أماكن من المقاوعة تفتكروني صغير في السن بالمناسبة أنا أولادي قريبين منكم في السن، أنتوا زي أولادي ولأنكم زي أولادي ولأنني من الأول يوم بعتبر أن كل الطلاب اللي بيسمعوني أولادي ودي أمانة في الرئابتي فعمري ما كنت بحاول أضلل وبالعكس كنت بقول لكم على الحاجة اللي هتفتكم وبس عمري ما فكرت أن أنا أعمل عنوين رنانة وأفرقع وحاجات كده تفرقع في وسط الناس أو أشتغل كده شغلة بروباجندا وأطلع أعمل كلام وأقول كلام وبتاعه في الآخر مفيش حاجة أو أن أقول لك مثلا تعالى أحل معاك الكتاب المعقد ده الصعب قوي ده أصل الامتحان هيجي كده وأنا عارف كواس جدا الامتحان مش هيجي كده الامتحان مستحيل يجي كده يا جماعة أنا بقول لكم بقالي 20 سنة في المجال التعليمي وفاهم أنا بعمل إيه ولما بقول لك تعالى نحل جيم من أول السنة حلنا كتاب جيم كله بالمناسبة لو في حد في حضراتكم أول مرة يسمعني إحنا شرحنا المنهج كله حلنا كتاب جيم كله حلنا كتاب المعاصر كله من حل الوقت المعاصر مراجعا هائية عملنا سلسلة حلقات في الفيرون مبريكا عملنا كل حاجة ممكن تتوقعها بدخل في البلاي لست اللي على القناة وشوفها عشان تتطمن بدافزك فلما قلت لكم تعالوا يا جماعة نحل جيم كنت عارف كويس جدا أن جيم كتاب محترم يتبع شركة محترمة اسمها نهضة مصر ولما قلت لكم يا جماعة من أول السنة تعالوا نحل المعاصر كله ونخلصه كنت فاهم أنا بعمل إيه كويس ولما قلت لكم يا جماعة أنا هستنى المعاصر مراجعا هائية أنا عارف أن الكتب المعقدة الصعبة اللي مش ممكن أبدا تيجي في الامتحان كنت عارف أن الكلام ده مش ممكن يجي في الامتحان وقلت لكم يا جماعة نستنى المعاصر مراجعا هائية هو الكتاب اللي هيفدنا وطلعت وقتها وقلت لكم يا جماعة المعاصر وأنا شايف تقييم المعاصر إيه وقلت لكم إن الكتاب ده كتاب كويس وقبل ما الكتاب ينزل كنت اول واحد اقول لكم ان القصة هتيجي الكلمات بس اول قناة في مصر كنت اول واحد اقول لكم يا جماعة في حاجة اسمها Plugation Choose كنت اول واحد اقول لكم الكلام ده في مصر 1 تشهدوا كنت اول واحد اقول لكم في مصر يا جماعة في حاجة اسمها ترجمة بس choose صحيح محلتش معاكم عليها كتير بس كنت اقل لكم يا جماعة خدو بالكم وفي وقت المناسب هبدأ احلي معاكم فيها وهو هنبدأ ان شاء الله مع بعض من النهاردة عملنا حالة قبل كده والنهاردة بنكمل كنت أول واحد أقول لكم يا جماعة الكتب الصعبة دي مش ممكن تيجي وكتب تيجوا في التعليقات تقول ليس ترحل معنا كتاب كذا وكتاب كذا وأنا برد يا جماعة الكتب دي ما تجيش في الامتحان أنا فاهم جدا سايكولوجية الشخص اللي هيحط الامتحان أو المنظومة أو الناس اللي بتحط الامتحان أولا يا جماعة امتحانكم أنتم تحديدا السناء دي مش ممكن يجي معقد كده بانه اللي بيحط الامتحان عايز ينجح المنظومة اللي انت واؤوا الناس تمتحنوا فيها فمش ممكن يجيب لك انتحان محدش يعرف يقرأ بالناس ذي الكتب اللي انتو كنت عايزين نحلها وبعدين الكتب اللي انتو كنت عايزين نحلها وانا قلتلكم لأ كانت كتب مافيهاش اصلا نظام جديد لو فيها ترانزليشن الشوز ولا فيها اسئلة على القصة اختيارات كلمات ou لا فيها اسئلة على البانكتوائشن ولا اسئلة على الرايتنج وأنا قلت لكم يا جماعة لازم تتضرب على الحاجات دي أقسم بالله باعتبركم زي أولادي ولإني أخاف على أولادي أن هما يضللوا في عمري ما فكرت أعمل كده معاكم عمري ما فكرت أن أنا أضللكم وأطلع أقول كلام ويطلع في الآخر كلام فيستكواهو فيديو والمشاهدات والكلام ده مش أنا خالص ومش ممكن أفكر أعمل كده وبفضل الله سبحانه وتعالى دايما عند وعدي لحضراتكم حتى ولو ده كان بيجي أحيانا على حساب المشاهدات والقناة وإن القناة بتاعتي ربما المشاهدات بتاعتها تقل وناس تانية اللي بتفرقع وبتطلع تقول كلام وبوم والحاجات دي بتطلع بس أنا فاهمها اللي بعملي كويس اللي عايز يتفرج على حاجة تفيده هو بيدور عليها واللي عايز يجري وراء كلام وأوهام وأنا هعمل وأنا هسوي برضو يتفضل يشوف اللي هو عايزه وحضراتكم ليكم الاختيار في النهاية يا جماعة أنا أهم حاجة بالنسبة لي الاستفادة النهاردة إن شاء الله بنحل مع بعض النموذج الأول في منصة حصص مصر زي ما حضراتكم سمعته وزير التربية والتعليم بيقول إن الكتاب جيم اللي هو نهضة مصر يعني وكتاب المعاصر اللي أنا قريدي شغال فيه معاكم وبالمناسبة لأي ظروف حصلت معايا الفترة فاتت أنا عارف ان اتأخرت عليكم بس إن شاء الله بإذن الله هننطلق وابو قوة هون كامل كتاب المعاصر لغاية آخره لأ ده فيه مفاجأة كمان كتاب المعاصر منازل 24 امتحان أنا كنت أو كنا واغدين مع المنظومة بتاعتنا والناس اللي شغالة معانا كنا واغدين قرار إن الامتحانات دي تنزل على المحتوى الخاص لأ أنا أخدت النهاردة قرار إن أول 8 امتحانات في الكتاب ده في كتاب المعاصر مراجعا هائية لامتحان اللي هو كل واحدتين امتحان وده فيه ترجمة وفيه رايتنج وفيه بانكتويشن وفيه كل الحاجات دي هينزلوا على القناة إن شاء الله عندكم معاكم إن شاء الله فيه مفاجأات كتير جدا غير الاسكلز اللي إن شاء الله بإذن الله وعدتكم وهنبدأ فيها إن شاء الله في خلال يومين بس الحلقات محتاجة تجهيز عشان ما ننزلش بحاجة وبس والنهاردة بنبدأ في أول حاجة في حصص مصر نمازج استرشدية الوزارة بنزلاها على شكل الامتحان عشان حضرتك تشوف الامتحان بنفسك وتقيمه بنحل مع بعض وبنشرح وبنترجم حرف حرف وبقول لكم شكل الامتحانة هو يا جماعة ده الامتحان اللي هتمتحنوه بإذن الله إن شاء الله معاكم يوميا فيه امتحان من الامتحانات دي من نمازج الاسترشدية بتاعة حصص مصر هتنزل لحضرتكم كل يوم يعني كل يوم إن شاء الله حضرتك في نفس المعدة هتلاقي معاك امتحان من الامتحانات حصص مصر ده إضافة إلى الامتحانات الشاملة اللي إن شاء الله بإذن الله في خلال يومين ثلاثة بالكتير هنكون بدأنا نشتغل فيها اللي هي ناس ده في المعاصر ما هيش الشاملة عشان أنا كلامي يبقى واضح وأبقى صادق مع حضراتكم الامتحانات اللي هي على وحدتين وحدتين ودي فيها شكل الامتحان فيها قطعة تشوزوا عليها عشر أسئلة فيها 28 جملة على الكلمات فيها أسئلة على كلمات القصة وده مهم جدا فيها اختيارات على الترجمة وفيها اختيارات على الرايتنج وبنكتواشن فكل حاجة موجودة في الامتحانات دي نحلوهم كتاب المعاصر هنرجع ننطلق فيه وبقوة وهفاجئكم بشكل مباشر جدا ان في خلال ان شاء الله 7-8 ايام بس اطلع من شوية ظروف كده معطلاني يومين 3 بكتير وهتلاقيني بقولك تعالى كل يوم وحدة هنخلص ان شاء الله كتاب المعاصر كتاب مهم كتاب المعاصر كتاب مهم وبنكرر مرة واثنين وثلاثة بعد ساعتين ثلاثة كده هينزل لحضراتكم فيديو بيوضح لحضراتكم ايه سيستم المراجعة وهنمشي ازاي على القناة ان شاء الله والقناة التانية اللي انا قلت لحضراتكم اشتركوا فيها اللي هيبقى فيها ان شاء الله ان شاء الله بعد ساعات قليلة جدا هينزل لحضراتكم فيديو بيوضح كل شيء هنمشي عليه وكل يوم بإذن الله هينزل لحضراتكم فيديو زي الفيديو اللي حضراتكم هتشوفوه النهاردة فيه شرح طبعا مفيش المقدمة الطويلة دي بس انا كان كلمتين كنت عايز اقولهم وافاطفط بيهم مع ولادي فسامحوني اذا كنت قطلت عليكم يوميا فيه امتحان زي ده من المنصة من جوه منصة حصص مصر عشان نكون اول ناس في مصر نقدم حصص مصر لابناء مصر ان شاء الله وقبل ما نبدأ في فيديو النهاردة ما تنساش انك تشترك في القناة وتفعل الجرس لو حضرتك اول مرة بتنورني وما تنساش كمان يكتعمل لايك وتسيب الكومنت بتاعك طلب بقى صغير من اب لأولاده ياريت 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 لو تاخد لينك الفيديو وتشيره في كل مكان وتبلغ كل الناس يا جماعة تعالوا هنا المراجعة شاير الفيديو في كل مكان في الجروبس على فيسبوك وعلى تيليجرام وواتساب طلب صغير معلش انا طالبه من حضراتكم عايز انا بقى ادخل على الجروبس واشوف بنفسي ولادي وبناتي وهم شايرين الفيديوهات دي اتمنى ان شاء الله ان ده يحصل ان شاء الله باذن الله وانا واثق ان انتوا هتقدروا تعملوا ده باذن الله وتوصلوا ان شاء الله الموضوع ده لمصر كلها طلبة مصر كلها عايزهم يكونوا بيشوفونا ان شاء الله باذن الله في اليومين اللي جايين دول خليني ما طولش عليكم اكتر من كده ويلا نروح مع بعض ندخل منصة حصص مصر الحالة انا وانتوا مع بعض دلوقتي ونحل الامتحان جوه ونرجع تاني نتكلم عن الامتحان وعملنا في ايه اهلا بحضراتكم مرة تانية احنا دلوقتي جوه منصة حصص مصر واحنا زي ما قلنا اول قناة في مصر تدخل منصة حصص مصر اللي تكلم عنها وزير التربية والتعليم دكتور طريشاوي وقال ان الامتحان ان شاء الله هيجي منها تعالوا مع بعض نحلوا مع بعض ان النموذج الاسترشادي الاول للصف الثالث الثانوي مادة اللغة الانجليزية هو زي ما انت شايف كده المفروض ان المدة ساعة فاحنا لسه هنبدأ اهو مع بعض ومجرد ما هنبدأ هنشتغل طيب question number one اول ما هنبدأ العداد بتاع الوقت هيشتغل choose the correct answer from a b c واتفعنا ان كل اجابات قردية كل اجابات هتبقى اختيارات فهنشتغل على طول light which can make people's skin become darker is not raised الضوء اللي بيخلي جلد الناس يصبح اغمأ اسمه ايه اشاعة ال ايه تعالوا شوف الاختيارات ادي الاختيارات قدام حضراتكم ultra sound ultra marine ultra violet ultra sonic الاشاعة الفوق بنفسجية اللي بتخلي الجلد يغمأ ultra violet السؤال التالي i asked my friend to use her mobile phone to not an urgent phone call طلبت من صديقتي اني استغدم التليفون بتاعها علشان اعمل اتصال تليفوني عاجل اعمل اتصال تليفوني make a phone call make a phone call السؤال اللي بعده you should not some certain qualities يجب ان يكون لديك بعض المؤهلات او الامكانيات المعينة beside your qualifications الى جانب مؤهلاتك الدراسية to get a good job يجب ان يكون لديك يجب ان تمتلك have يمتلك هي الاجابة الصح السؤال اللي بعده question 4 our real not should be people's minds الايه الحقيقي بتاعنا المفروض يكون عقول البشر to build a bright future علشان نبني لهم مستقبل لامع اكيد الاستثمار الحقيقي الاستثمار الحقيقي in investment الاختيار الاول السؤال اللي بعده this company هذه الشركة has a good economic reputation لها سمعة اقتصادية جيدة because of it's not طيب هو المفروض high quality نوعات بس هو دايما لما بتبقى النوعات في اخر السؤال بتتنقل قدامك بالشكل ده يعني مفروض تبقى high quality نوعات فدايما في الاسئلة انتو عارفين طبعا انتو حانات الالكترونية انتو جربتوا الموضوع ده كتير هتلاقي النوعات جاية في الاخر عموما هي high quality ايه الشركة دي عندها سمعة كويسة علشان high quality products المنتجات الجاية بتاعتها الجودة بتاعتها عليه السؤال اللي بعده بعد هذا الجفاف الطويل the plants النباتات need to be نقط محتاجة انها تروى فيين كلمة يروي طبعا انتو عارفين ان irrigate يعني يروي need to be و need لما بتجي في المجهول بتبقى need to be والتصريف التالت irrigated تروى التالي some animals بعض الحيوانات can live in extreme weather بعض الحيوانات بتعيش في الاجواء او الطقس المتطرف اللي هو بيبقى زياد عن اللزوم extreme weather conditions زي الحر الشديد او البرد الشديد the antenna of the word extreme is not قلنا النقط هتتبع بعد is مضاد كلمة extreme هنا اللي هو زياد عن اللزوم الحاجة الايه الحاجة المتوسطة العادية moderate letter a او الاجابة الاولى السؤال اللي بعده because i refused to buy the mobile رفضت نشتري الموبايل because it would be against my father's will ده هيبقى ضد رغبة ابي the synonym مرادف of the word will مرادف كلمة وصية here is a note المرادف الوصية هنا هي الرغبة desire desire يعني رغبة السؤال اللي بعده ماجدي is a famous doctor ماجدي طبيب مشهور he graduated not medicine 20 years ago medicine طبعا تخصص وإحنا بنقول لما نقول graduated وبعدها التخصص بنختار in لأن احنا شرحنا الموضوع ده وعملنا حلقة كاملة عن graduate graduated in medicine تخرج في الطب أو حصل على درجة علمية في الطب السؤال الرقم 10 the word separate separate يعني يفصل can be used ممكن انه يستخدم as separate يعني يفصل تنفع verb وتنفع بص كده only a verb لا مش verb بس a noun and an adverb ظرف واسم لا a verb and an adjective أيوة هو ينفع separate يعني منفصل أو verb فعل بمعنى يفصل فبالتالي هنستخدم الاختيار التالت ينفع صفة وينفع verb السؤال اللي بعده أنا لما بنزل تحت كده بضغط على التالي يا جماعة a deep wide hole السؤال ده جاي من القصة بقى اسئلة الكلمات اتفقنا ان القصة تيجي كلمات وهو هو الرجل اللي عامل كده في المنصة a deep wide hole الثقب او الفتحة الكبيرة الحفرة الكبيرة العميقة that is usually filled with water دايما بتبقى مليانة مية that is dug ومحفورة around a place حول مكان ارأة كاسل او قلع to defend it علشان تحميها is called a note فاكرين في القصة اللي كانت محفورة حول القلع كان اسمها الخندق المائي موت الاختيار الرابع التالي الحدود ما بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية هي الأطول في العالم خد بالك ان هنا الحدود دي برضو تقريبا كلمة كانت جاية في القصة يعني احنا كده كده عارفينها borders الحدود كلمة borders يعني الحدود التالي they were traveling كانوا بمسافرين and spent their night وقضوا الليلة كلها at a small note buy the route الى جانب الطريق at a small a حانة صغيرة فندق صغير in برضو في القصة التالي السؤال 14 not when i had lunch not when i had lunch هنا ده سؤال بيقول له انت كنت بتعمل ايه لما انا كنت بتغدى او كنت فين لما انا كنت بتغدى طبعا where يعني اين واحنا بس نتأكد الاول انه هو سؤال ولا لا اه هو مفروض فيه question mark اه بس جاية مرمية هنا وراء عموما يعني when i had lunch المفروض ان question mark تبقى هنا يعني كنت بتعمل ايه او كنت فين وانا بتغدى طيب طبعا المفروض انه where where you where where you اين كنت اين كنت اللي هي الاختيار الاخير where were you يعني اين كنت التالي i wish i not something to eat with me بتمنى لو كنت جبت معايا حاجة اكلها at the park في الحديقة there is no restaurants here اهو مفيش مطاعم هنا الراجل ندمان وregret انه مش ااخد معايا حاجة يأكلها وزعلان ومعملش كده وقتفقنا انه i wish في الندم لما بنستخدم الندم او بنتمنى حاجة في الماضي بيبقى i wish بعدها ماضي تام فبالتالي هنا نستخدم i had taken ياريتني كنت ااخدت السؤال اللي بعده if i got my mobile fixed لو كان الموبايل بتاعي تصلح i not you got ماضي بسيط وmy mobile fixed الموبايل بتاعي كان يتصلح يعني لو كان انا الموبايل بتاعي تصلح خلي بالك هنا احنا نتكلم في زمن الماضي فبالتالي النص التاني هيبقى what phone الحالة التانية لان التفاكر طبعا ان if بعدها ماضي بسيط اللي هو got المفروض النص التاني بقى يبقى وضو المصدر فنختار what phone الاختيار التالت السؤال اللي بعده my mother warned me حذرتني حذرتني أمي not that game اني ألعب أو ملعبش الجعبة دي it's dangerous لا يبقى ملعبش حذرتني اني ملعبش اللعبة دي لانها خطيرة يبقى المفروض not to try not to try اني مجربش أصلا اللعبة لانها خطيرة the kitchen is clean المطبخ نظيف and bright today ولامع النهاردة it's not in the morning أكيد تنظف في الصباح هنا ده الاستنتاج وانتوا عارفين طبعا الاستنتاج في الماضي احنا بيتكلم كده ان هو تنظف في الماضي هيبقى must have والتصريف التالت أكيد انه حصل كده في الماضي must have والتصريف التالت لو معلوم طب هو المطبخ بينظف it هنا اللي هو المطبخ بينظف أكيد لا أكيد اتنظف يبقى المفروض must have مش التصريف التالت على طول must have ban والتصريف التالت لو بصيت كده في الاربع اختيارات must have ban swept يعني أكيد اتنظف اللي هو في المبني المجهول السؤال اللي بعده بيقول we had arrived at the cafe وصلنا الكافي الأول ماضي تام الحدث الأقدم not the match began وبعد كده المطش بدأ هنا ممكن نحط before وممكن نحط كلمة اسمها after that after that ثوي before بالضبط بعد ذلك يعني احنا وصلنا لأول وبعد ذلك خد بالك after that تثوي before تماما تماما وbefore that تثوي after التالي سؤال رقم 20 my bedroom floor أرضية الأوضة أرضية التنوم is very clean نظيفة it has already not well it can't sit كويس خد بالك مبني المجهول بس في has already مضارعة تام يعني هنا أنا عايز مع المضارعة التام مع has already هحط ben والتصريف التالت فايبقى الإجابة هنا عندي ben swept الاختيار التاني السؤال بعده freelance workers أو لهم الحرين الأحرار اللي بيشتغل عمل حر يعني have to not their own accounts لازم يعملوا الحسابات بتاعتهم بنفسهم الحسابات accounts تاخد do accounts do accounts يعني يعمل حسابات this is the man not helped my grandfather last week هو ده الراجل اللي ساعد جدي الإسبوع الماضي this is the man عاقل وبعد النقط هلبد فعل عاقل وبعد النقط فعل يبقى عايز يعمه يعمذت هو السؤال اللي بعده not furniture الأثاث كله in this shop في هذا المحل sold اتباع you can look in another shop والله حضرتك تقدر تبحث في محل تاني طيب خلينا نفكر مع بعض شوية هو الأثاث كلمة تعد ولا تعد كلمة لا تعد والفعل is كل الأثاث اتباع لأنه بيقوله دور في حتة تاني كل طب هي all تنفع يجي بعدها اسم لا يعد قوي بل فعل مفرد كويس جدا فبنالتالي هنا هقول all كل كل letter مفيش letter هنا إجابة التالت السؤال بعده not to be she be asked now she would refuse the offer she is in a bad mood كويس لو الطلب منها الطلب ده دلوقتي هي هترفض لأنها في bad mood لأن المود بتاعها مش كويس هنا أنا عايز لو if بس المشكلة إن she be asked خد بالك ده مبني المجهول بي وتصريف التالت بس المشكلة إنه هنا بي المصدر طب هو ينفع f وبعدها المصدر لا طبعا المفروض f مضارع بسيط أو f ماضي بسيط تقول لي ما في ask اقول لك لا ده بي أنا يهمني بي هنا هنا هو بي هنا في المصدر ما هو is ولا or was ولا where ولا لكن الحاجة الوحيدة اللي بتيجي مكان f وييجي بعدها المصدر هي كلمة should should هي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تيجي مكان f وبعدها المصدر التالي that new mobile الموبايل that new mobile phone is expensive for me غالي علي to buy غالي نشتري كويس لما نركز مع بعض كده هنلاقي هنا في to to المصدر يبقى المفروض هو غالي جدا لدرجة لدرجة حاجة من اثنين يا اما to وصفة وحشة يا اما صفة حلوة زي enough ومتهيالي يعني expensive مش صفة حلوة والنقط جاية قبلها يبقى أنا عايز to to expensive to buy tomorrow I will see nada بكرة شوف nada اسرق said اسرق قالت النقط دي المفروضة جماعة تيجي هنا اسرق قالت she would see nada إنها هتشوف nada أنا عايز كلمة ما كان بتبقى the following day اليوم التالي اليوم اللي بعده السؤال التالي بقى السؤال اللي بعده I suggested that not exercise to again suggest بيجي بعدها that والفاعل والمصدر أو that والفاعل should والمصدر فأنا هنا عندي الفاعل والمصدر اللي هو she do ما عنديش الفاعل وshould والمصدر السؤال اللي بعده السؤال رقم 28 noise not me headache الضوضاء تسبب لي صداعا وطبعا هنا تسبب gives يعطي اقول لك مع الصداع gives headache يعني تسبب صداعا what is an adjective ايه هي الصفة يا سيد العزيز it's a word ذات نقط هي كلمة بتعمل ايه ذات المفروض النقط هنا الصفة بتصف ايه بتوصف لي أو بتدي لي معلومات عن الاسم بتوصف الاسم أو الpronoun describe a noun or a pronoun بتعبر عن فعل أو حدث لا ده الverb بتشير إلى شخص أو مكان أو لا بتدي تفاصيل أكتر عن الأفعال أكيد لا هي بتوصف الاسم أو الفعل يبقى احنا اختارنا الاختيار الأول أنهي في الجمل لنهاية صحيحة بالنسبة البنكتويشن علامة البنكتويشن الأخيرة بتاعته صحيحة هتلاقي الأربع جمل نفس الجملة بس البنكتويشن بتاعهم بيختلف في الآخر should he play well he will win the match should هنا هي مكان F يعني هي تساوي F وطالما هي مكان F يبقى ما هيش سؤال يبقى عالمة الاستفهام غلط وعالمة التعجب غلط والفصل المنقوط غلط وهنختار الأولين لأنه كان حالة F عدية should he play لو لعب كويس هيكسب المتش يبقى الأولى هي الصح السؤال اللي بعد أي من التالي له الصحيح هو رجل قوي صحي كم صفة عند حضرتك صفتين قال لك لما يبقى صفتين بس ما تحطش فصلة أو كمى ما بينهم لو 3A لو 4A لكن 2 بس لا يبقى وجود الكمى ما بين healthy وstrong غلط وأصلا كده كده مش بحط أنا كمى بمن الصفة والاسم بطبيعة الحال يعني يعني الاختيار الثاني والثالث اختار الاختيار الرابع اللي هو من غير أي كمى خالص القناة عمقها خمسة متر مين هنا الصفة ديب طبعا عميق أو العمق استمعنا ديب الصفة دايما بتبقى بعد التمييز اللي هو بتحط الصفة بمعنى في العمق يعني خمسة أمتار في العمق ديب هنا هي الإجابة الصحية تقدر تعتمد عليها هي عندها الحكتين هي تقدر تعتمد عليها أنها عندها الحكتين هي كلا الحكتين هي يعني عندها حية الضمير and the intelligent both and both and جملة اللي بعدها the final sentence الجملة الأخيرة of a paragraph آخر جملة في الparagraph is called نقط بتبقى اسمها إيه اللي بنختم بيها اللي بنقفل بيها closing closing sentence جملة بنقفل بيها الخاتمة يعني بس آخر جملة في الخاتمة بيقفل بيها الparagraph عموما I'm very happy with my doctor أنا سعيد جدا بالدكتور بتاعي he always takes the time دائما بياخد الوقت to listen to the details إن يسمع للتفاصيل of my complaints للشوكة بتاعتي وwhen I was in the hospital وانا في المستشفى he came to visit me كان دائما بيجي زورني he always makes sure ودايما بيتأكد I get the medication دائما بياخد الرعاية الصحية I need اللي محتاجها عايزين نشوف the closing sentence بقى الجملة الختامية for the above mentioned paragraph للparagraph عايزين ننهي بقى نكتب ايه ممكن نقول هنقرى بس الاربع اختيارات الاول ونقرر اول جملة بتقول seeing a doctor has become very expensive رؤية الطبيب أصبحت غالية قوي طبعا لا I'm very happy with my doctor أنا سعيد ومرتاح مع الدكتور بتاعي منشوف I love my father بحب بابا ماشي بنحب بابا بسمرش علاقة بموضوع يعني several of my friends عديد من أصدقائي now go to see him بيروحوله and they like him as much as I do وبيحبوه زي ما أنا بحبه بتاعي يالي الأفضل ان احنا نقول ان الناس كتير بتروح له خلاص لان الراجل من كتر ما هو كويس اصبح راجل مشهور فهنختم البراجراف بتاعنا بالموضوع ده ونختار الاختيار ده السؤال بعدو من في دول ماينفعش نستخدمه في الايميل الرسمي هنبص على الاختيارات ونشوف سلانج اللي هي اللغة العامية unity الوحدة بتاع الموضوع being decent انك تبقى decent يعني حد كده مهزة في الكلام ولا formal words الكلمات الرسمية لا اللي ما بنستخدمهاش في البراجراف الرسمي هو السلانج اللغة العامية السؤال بعدو ترجمة انا بشوف بقى الترجمة في النظام الجديد ده هي احسن حاجة حصلت في التاريخ هتبقى اسهل سؤال بالنسبة لحضراتكم لو مشيتوا على السيستم اللي انا هوروه لكم الوقت بيقول ايه global trade التجارة العالمية نقراها الاول ونترجمها بنا وبنفسنا بعيدا عن الترجمة اللي مكتوب عادي جدا ترجمها كده باللغة العامية واستنى وفهمها كده التجارة العالمية بتؤدي الى في مناطق مختلفة في كل عنحاء العالم لذلك تهدف كل دول العالم لتطويرها او تنمياتها بشكل عظيم هاي دي الطريقة مستر لا الطريقة نكتقرى جملة جملة اول وتقارن ما بين الاربع وتشوف تستبعد ناس تقول لا ده مش نافع وده مش نافع لغاية ما نوصل لواحدة التجارة العالمية تؤدي الى نمو اقتصادي كبير في مناطق مختلفة في كل عنحاء العالم تعال نشوف كده الاربع اختيارات التجارة العالمية تؤدي الى نمو اقتصادي كبير في اقاليم مختلفة في كل عنحاء العالم احنا هنا مكتوب مناطق مختلفة ماشي ممكن تمشي اقاليم التجارة العالمية تؤدي الى نمو اقتصادي كبير في اقاليم مختلفة في كل عنحال العالم. نعدي الاختيار الاول لان الاختيار الاول حاليا ما عندوش اخطاء. نشوف الاختيار التاني. التجارة العالمية تؤدي الى نمو اقتصادي محلي. لا مش محلي. في كل عنحال العالم مش محلي. يعني الاختيار التاني ده طلع بره المنافسة. تعال نشوف التالت. التجارة العالمية تؤدي الى نمو اقتصادي كبير في اقاليم مختلفة في كل انحاء العالم. كده انا معاية المنافسة بين واحد وثلاثة واربعة. نكمل. لذلك تهدف كل دول العالم او جميع دول العالم لتنمياتها بشكل عظيم. لذلك تسعى دول العالم لتنمياتها بشكل كبير. كده واحد ما فاش اخطاء. نشوف تلاتة. لذلك لا تسعى. لا تسعى لا هي تسعى. يبقى تلاتة كمان تلات برة زي اتنين. طب نشوف اربعة. لذلك تسعى دول العالم لتنمياتها بشكل ضعيف. لا هي بشكل كبير. يبقى الاختيار بتاعنا هيرس على واحد. دي الطريقة اللي انا بقولك امشي بها في كل الترجمة. تعال نشوف التاني. I like living in open places. بحب بعيش في الاماكن مفتوحة and fresh air والهوائد النقي and spending much time in the parks. in parks. واقضي وقت كبير في الحضائق. among the trees. بين الاشجار and flowers والزهور. I don't like closed or crowded places. ما بحبش الاماكن المزدحمة والمغلقة with people. المزدحمة بالناس والمغلقة. ناخد جملة جملة الاول. احب الحياة في الاماكن المفتوحة والهواء النقي. وقضاء وقت طويل في الحضائق بين الاشجار والزهور. واحب الحياة في الاماكن المفتوحة والهواء الطلق. وقضاء وقتا كبيرا في الحضائق بين الاشجار والورود صح. احب الحياة في الاماكن المفتوحة والهواء الطلق. وقضاء وقتا قليلا. اتنين طويلة بر. تعال نشوف تلاتة. احب الحياة في الاماكن المفتوحة والهواء الطلق. وقضاء وقتا كبيرا في الحضائق بين الاشجار والورود. كده واحد وثلاثة المنافسمة بينهم. لا احب الحياة في الاماكن المفتوحة طلعت بر من قبل ما نكمل. يبقى عندي المنافسمة بين واحد وثلاثة. تعال نكمل باقي الجملة. لا احب الاماكن المغلقة والمزدحمة من الناس. تعال نشوف واحد وثلاثة. ولا احب الاماكن المغلقة والمزدحمة بالناس. واحد ما فاش اخطواء. تعال نشوف ثلاثة. واحب الاماكن المغلقة والمزدحمة بالناس. لا. يبقى واحد هي الصح. انتفقنا. كده لو بسيط على اتنين هتلاقي ولا احب الاماكن المغلقة. آآ ثانية. احنا قلنا وقتا قليلا ان هي هي الغلطة. التانية. واحب الاماكن المغلقة هي الغلطة. لما تشوف التالتة. لا احب الحياة في الاماكن المفتوحة. كده التلاتة دول غلطة والاختيار الاول هو الصح. طيب نشوف بقى الترجمة من العرب الانجليزي. بنفس الطريقة شيء ممتع. تعتبر السياحة البيئية احد اهم منواع السياحة الان. لذلك تشجع مصر السياحة البيئية لحماية البيئات المختلفة في جميع انحاء البلاد. وخاصة على ساحل البحر الاحمر. ايكوتوريزم is one of the most important kinds of tourism nowadays هذه الايام. so ايجيبت انكاريش مصر تشجع ايكوتوريزم to destroy the different environments. يا راجل حرام عليك عايز تدمر البيئة ليه. كده اول اختيارة العبارة. destroy ان يدمر. ايكوتوريزم is one of the most important kinds of tourism nowadays. so ايجيبت انكاريش ايكوتوريزم to protect ايوة لتحمي مش تدستروي. the different environments all over the country. especially along the red sea coast. على ساحل البحر الاحمر. انا شايف الان اتنين ما فاش اخطأ. نقرأ برضو ونقارد. ايكوتوريزم is one of the most important kinds of tourism last year السنة اللي فاتت ليه? ناوة دي زي الايام تلاتة تلاتة بره. ايكوتوريزم is one of the least important. الاقل اهمية. دي تلاتة بره من قبل ما تتنافس عليها اصلا. كده يبقى الاختيار بتاعي هو اه اول اختيار. لا دي كانت destroy. دي كان فيها غلطة دي. احنا نختار تاني اختيار. destroy دي اللي كان فيها الغلط. مش كده? طيب. التالي. السؤال ده السؤال رقم اربعين. اخر سؤال. اشياء غريبة نلاحظها في مجتمعاتنا في الفترة الاخيرة. فهناك من الاباء والامهات من لا يعتنون باطفالهم كما ينبغي. لانهم اشخاص لا يتحمل المسئولية. ونتيجة ذلك هو اطفال الشوارع. strange things can nots. لا. الحاجات الغريبة ما بتلاحظ. بتتلاحظ. يعني الغلطة دقيقة بس ما ابني مجهول هنا جمع. can be noticed. يبقى واحد طلعت بره. strange things can be noticed in our societies recently. حديثا. some parents don't look for. لا يبحثوا عنها. هي look after. مش look for. الغلطة هنا. تعال نشوف التالتة. strange things can be noticed in our societies recently. some parents don't look after. their children will. because they are irresponsible people. ناس غير مسئولة. the result of this. ونتيجة ذلك is homeless children. اطفال بلا مقوى او اطفال مشردة. شايف انا ان تلاتة دي غالبا هتكون هي الاجابة بس نشوفها اربعة برضو. strange things انا علمت عليها عشان انا مش شوية نسيت وقلت لكم واحد بره وبعدين رجعت وقلت لكم واحد ايا الصح ما خدش بالي. strange things can be noticed in our societies recently. لي. some parents look after. لأ هو بيقول لك بعض الاباء don't look after. مش look after. يبقى فعلا تلاتة هي الصح. كده الامتحان بتاعنا خلص. النتيجة يا جباها هو. الاجابات طبعا حالينا اربعين جملة. اربعين على اربعين مية في المية. اوكي. والوقت اللي خلصنا فيه الامتحان سعى وشين دقيقة اثنين وعشرين ثانية وهو المدة اصلا معمول الامتحان ده في ساعة. وكده شباب نكون حالينا الامتحان الاول والنموذج الاول في منصة حصص مصر. بدأنا وانطلقنا وان شاء الله مش هنوقف تاني بازن الله. مكمل ايه مع بعض? ان شاء الله فيه امتحانات منصة حصص مصر? بحبكم في اللابس. استنى لو حضرتك لستة ما اشتركتش في القناة. ياريت تشترك في القناة وتفعل جرس عشان يوصلك ان شاء الله كل جديد.